عادت نواقص الخطر لتدق من جديد في العراق وسط تحذيرات من موجة ثانية من فيروس كورونا بدأت بوادرها بالاتساع مع إعلان السلطات فرض حظر تجول جزئي وتعليق الأنشطة الرياضية وإغلاق دور العبادة وحظر التجمعات والمناسبات والأعراس ومجالس العزاء وإعادة نظام التعليم عن بعد مع فرض غرامات مالية على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة وسجل العراق في الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا بمعدل الإصابات تجاوز عتبة 2700 إصابة في اليوم ليقترب العدد الكلي من 700 ألف إصابة منذ ظهور الجائحة مع أكثر من 13 ألف وفات بالتزامن مع إعلان وزير الصحة الحالي حسن التميمي ظهور السلالة الجديدة في العراق وأثار قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فرض حظر جديد امتعاض وغضب قطاعات شعبية واسعة لأسباب متعددة واعتبره البعض ساعي من السلطات للهروب بدلا من مواجهة الأزمة الصحية بطريقة واقعية من خلال التطعيم بلقاح كورونا الذي أخفقت مؤسسات الدولة حتى الآن في جلبه إلى البلاد أسوة بالعديد من دول المحيط الإقليمي التي بدأت في تطعيم مواطنيها منذ أسابيع فضلا عن أسباب أخرى يعتقد كثيرون أنها تحول دون التزام المواطنين بالإجراءات الحكومية نظرا للظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد ومستويات الفقر المتصاعدة خصوصا في الأحياء الشعبية المكتظة ويفرض الحظر الجديد لأول مرة غرامات تصل إلى خمسة ملايين دينار على النواد الاجتماعية والمقاهي والمطاعم والمتنزهات التي تخالف الشروط الصحية وقرار الإغلاق ويتساءل خبراء عن جدوى فرض حظر تجول مع استثناء أعداد هائلة من الشرطة والجيش إلى جانب بقية الاستثناءات للعاملين في القطاعين الصحي والإعلامي فيما يرى مراقبون أن قرار الحظر جاء للتغطية على فشل وزارة الصحة في إدارة الأزمة لأن حظر التجول سيقتل الفقراء وذو الدخل المحدود وهو ما يؤكد أن الحكومة بكل أحزابها لا يهمها أمر الناس وتستكثر قيمة اللقاح على أبناء البلد